اشتركوا في القناة انا اول مرة قدمت فيديو من قبل من فترة فقلت خلني اراجع بعض المعلومات قبل اصور هذا الروفيو فقلت خلشوا فيديوي انا القديم خل اراجع بعض المعلومات عشان اقدم لكم يعني معلومات شاملة عن الجهاز شنو اللي صدمني صدمني ان الفيديو الاول من تسع شهر انا شخصيا تفاجأت بشكل وايد كبير ما شاء الله صج الدنيا تركض والايام تركض بشكل مطبيعي للحين انا اتذكر يعني كأنه من فترة بسيطة يمكن من شهرين من ثلاثة شهور بالكثير اليوم اللي تواصلت معاي الشركة لما قدمت لي الجهاز واتفقنا على الروفيو والامور هذه كأنه بالكثير من ثلاثة شهور سبحان الله لما شفت التاريخ من اكثر من تسع شهور على الروفيو الخاص اللي سويته لجهاز الـ Air Bar مثل ما قلنا ان هذا جهاز من فئة Addisposable وما شاء الله حقق نجاح وايد كبير عندنا هني بالسوق الكويتي وحسب علمي انه حاليا موجود في السعودية او الشركة قاعد تحاول انها الدخلة رسميا بشكل رسمي بالسوق السعودي تبارك الرحمن قاعد اشوف انه في اقبال وايد حلو من الاجهزة اللي تعتبر يعني من التوب ثري ماكسمم من التوب فايف عندنا بالكويث بالرغم من ان احنا عندنا بلاكويث فيه يمكن عندنا فوق العشرين ثلاثين نوع من اجهزة الدسبوزبل فما شاء الله هذا الجهاز ما صار من التوب ثري او من التوب فايف الا لانه فعلا قاعد يقدم شي حلو انزيم بفارس ليش فيديو مرة ثانية على نفس الجهاز الفيديو الاول اللي انا سويته كان فيديو تعريفي لان انا تقريبا هذاك الفيديو يعتبر اول فيديو لقناة اليوتيوب لجهاز دسبوزبل يعني انا بالعادة كنت اصويها في اكاونتون انستجرام قبل لا يتصكر كنت اصويهم على الاي جي تي في فشنو كنت اصوي كنت اعطي معجموعة معلومات لمستخدمين او اللي لأول مرة يستخدمون هالنوعية من الاجهزة اللي هو اشرح الجهاز اني افتحه ووريكم الاجزاء الداخلية ووريكم كواليتي صناعة الجهاز وقل لكم شنو الفكرة من استخدام الجهاز ومعلومات كثيرة فكان فيديو مثل ما تقول تثقيفي اكثر منه هو لكن انا قيمت النكهات فيديو ثاني لكن في اكاونت انستجرام قبل لا يتصكر انا اكاونت يتصكر اللي هو بالاي جي تي في قبل كانت الشركة نازلة فقط مع اربع نكهات كانت منقى عنب ونعناع وتر ميلن او الرقي الحين الشركة راجعة مع اربع نكهات يديدة لكن انا ليش وافقت اني اقيم هذه النكهات او اعرضها عليكم لان انا شخصيا من الناس اللي استشاروني في هذه النكهات قاعدنا قاعدة حلوة مع اصحاب الشركة وفي اشخاص تانين ما شاء الله ما بين اصحاب محلات ما بين شباب هم محترفين يعني ذويقة ما شاء الله عليهم قاعدنا وخذوا رأينا يعني حتى وسووا استبيان ابو فارس اش كثر قال عنها النكهة من عشرة افلان تيم قال عنها من عشرة فياخذون الافرج ويختارون الافضل ما بين الاكثر من نكهة هي مثلا نكهة عنب ومسوين منها خمس نسخ فشافوا ايهو اعلى تصويت على اي نسخة من هذه الخمسة وقدموا النكهات على اعلى تصويت من الناس اللي جربوها وانا شخصيا كنت واحد منهم فاليوم ان شاء الله ناوي او اعرض عليكم اربع نكهات اضافية لجهاز الاربار على سبيل المثال في البداية هني عندنا اللون الاصفر اللي هي البنانة وعندنا اللي باللون البني واخيرا التوباكو وعندنا اللي باللون البيبي بلو او الازرق اللي هو البلوباري وبالاخر اللي هو باللون الاخضر للشخصين قاعد استخدمه الجوافة والجوافة شاب منذ الحين اقول لكم قول الله ننزل تحت شي طيب خلي عرفكم عليه على السريع وارجعوا ان شاء الله رح اجربوا اياكم وعطيكم رأيي في الاربع نكهات الخاصة بجهاز الاربار تابعوا الروفيو اوكي الاربار بالنكهات اليديدة مثل ما قلنا ما عندنا اي شي قدمه يديد بالنسبة لهذا الجهاز لانا اولا كان فيه رفيو كامل ومفصل ومشرح لكم الجهاز بالتفصيل في رفيو مسابق مثل ما قلنا في البداية اليوم انا بستعرض لكم النكهات اليديدة اللي قدمت معه جهاز الاربار مثل ما اشوف اذا كنتم شايفين الفيديو من قبل كان عندنا المانجو كان عندنا العنب كان عندنا المنت او النعناع وكان عندنا الوترميلون او الرقي الحين مثل ما ظلنا ان الشركة راجعة بجهاز الاربار مع اربع نكهات جديدة وهذه النكهات انا شخصيا جربتها من زمان وخدوا رأيي فيها ونوعا ما في اكثر من شخص ما شاء الله تدخلوا بالموضوع وابدوا رايهم وحطوا دوقهم بالموضوع لغاية موصلوا لأحسن صيغة لهالفليفرات علشان تتقدم بشكل طيب لكم ان شاء الله في البداية عندنا مثل ما تشعفين معاي باللون الاصفر والاصفر اولي معروف او نقول نخمن ان هي طعم البنانة او الموز وبعدين عندنا اللي تيه باللون البرونزي او البني عندنا واخيرا التباكو انا شخصيا كتناطر هذه التباكو من زمان ومتحمس اني اجربها واشوف مستوى التباكو فيها وبعدين ايه عندنا باللون الاخضر عندنا الجوافة وعلى فكرة شاب لما سألت المحل لما خذيت منه الاجهزة عندنا المحل بلوكويت اللي يبيع هذا الجهاز يقول في اقبال جدا كبير على الجوافة وبالنهاية عندنا اللون الازرق او البيبي بلو اللي هو البلو بيري هذي بالنسبة حق الاربع نكهات حق المتابعين اللي ادت شفته تعرفته وياي على جهاز الاربار قلنا هذا فئة الدسبوزبل بطارية 350 يعطيك يعني افرج اذا من الناس اللي سحبتك طويلة من 250 الى 350 سحبة سعة الجهاز بشكل عام و 1.8 ملي متوفر منه مستوية من النكوتين عندنا العشرين مو متأكد كنا نزلوا ال 45 انا اتذكر ال 50 لكن كأني سمعت واحد قال لي 45 في يرى تتأكدون من بعدي هل هي 45 ولا 50 لان انا فقط يبتل 20 ما يبتل 50 لان او 50 ما حبا انا دايما انصح النشاب قللوا من المستوى النكوتين فشخصيا اخترت العشرين وشفتوا بالنسبة حق النكات اليديدة اهما عبارة عن اربع نكات الجوافة والتوباكو والبلوبري والموز وشخصيا لما انا سألت احد البياعين بالمحل اللي هو وكيل جهاز الاربار هني عندنا بالكويت قاعد يقولي ما شاء الله الجوافة تعتبر من اعلى المبيعات فشخصيا حبيت اني اجرب اول نكهة من النكات اليديدة لجهاز الاربار اهي نكهة الجوافة شفتوني خذيت سحبتين لكن انا الحين ابي استغل انكم تسمعون مستوى السحبة اللي يبي معلومات اه مفصلة اكثر رجعوا هني عندي بالقناة راح تلاقون جهاز اير بار ديسبوزبل تقدروا تشوفون كل التفاصيل لكن خلنا اخذها فرصة سمعوا معاي مستوى السحبة ليش لذيذة لان مستوى الحلة فيها فيها مستوى حلة يعني مو اوفر حلو حلو انا اتوقع بسبب شغلة هذي الجوافة واضحة يعني جوافة فاكهة ما تحسها جوافة حلاو او الكاندي لا لا جوافة فاكهة تحسها حلوة فرش لكن لان فيها مستوى حلة شوي مرتفع فاتوقع هذا السبب اللي يجعل عليها مبيعات اعلى و فيها نسبة إيس اللي متعود على الآيس اللي متعود على الآيس الآيس مالها متوسط اللي مو متعود على الآيس ممكن يحس انها بارده بارده شوية لكن إذا أنت نكاتك كلها آيس أو مثلا نكاتك كلها فاكهة هذا بالنسبة لك مستوى الآيس فيها متوسط فقاعد أشوف alleged الأمانة شي حلو مستوى الحلو هو اللي منجحها اوكي بعدها شنو طلع ويا بيدي طلع معاي اللون الازرق اللي هو البلو بري خنشوف الشون مستوى البلو بري ويانا يلا اول سحبة بيينت معاي النكهة بس بعدين انتو متأخذون انا اسحب وطلع من خشمي بان اسحب السحبة ثانية السحبة الاولى بيينت معاي النكهة بس بالثانية خف معاي شوية خلا اخذ بعد خفيف للامانة اوكي تحس بسك في الحلج طعم البلو بري اللي هو طعم اذا تعرفون نكت البينك بانثار على البينك مان او اللي هو نكت بمباير هذي لمسة قشر البلو بري او طعم البلو بري اللي هو ما عارفين اذا داقي البلو بري فاهمين شو نقص دي لكن للامانة ضعيف والايس نفس مستوى الجوافر اللي هو المتوسط لكن طعم البلو بري وحتى مستوى الحلة انا حسيته اقل شوف او حق الناس اللي متعودة على الفليفر القوي راح يشوفونها خفيفة لكن ما ننكر ان في فئة ثانية تحب ان الفليفر يكون قليل خفيء والحلة خفيف يمكن تيوزلك لكن شخصيا انا اللي احب اللي حلاها باين فاحس ان طعمها شوي اقل اضعيف اللي حين فضلت الجوافر عليها بعدها راح تطلع ويانا اللون الاصفر اللي هي مثل ما قلنا البنانة انا اتوقع البنانة واضحة لان البنانة سهلة بتصنيع النكات البنانة انك تستخرج طعم البنانة بالفليفرات سهل فخنشوف هيني شو نطالع ويانا يلا ايس كريم بنانة اي هذي مستوى الحلة نفس الجوافر مرتفع شوي والمنقة واضحة سوري البنانة او الموز واضح لكن حاس ان موز بحليب ايس كريم بنانة او ايس كريم موز رايح ان اي س كريم موز اكثر من الموز نفسه جيدة جيدة يعني من مستوى الجوافة ان كان على مستوى الحلة وان كان على مستوى الايس وان كان على مستوى ظهور الـ stick فقعد اشوفها وعنى ايها وان الجوافة تقريبا نفس المركز بالاخير ضروا ايديه النكهة الاخيرة واللي انا شخصيا انا متحمس لها اللي هي اللون البني اللي هي التوباكو التوباكو خلي نشوف شنو نوع التوباكو لانتو عارفين انا من محبين التوباكو فشوف شنو التوباكو المستخدمين اوياننا هني ونشوف عاد مستوى الحلة البرودة شو نمسوين انا ما جربتها هذي الحين اول سعبة جدامكم عجيبة حلوة 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 بس شو نشرح لكم مياه صعب يعني ما بي اقول كلمة تنوخذ علي التوباكو موجود بس شايف مو التوباكو اللي تحس يعني اذا تعرفون طعم ورق التوباكو هذا مو موجود يعني تحس ارومة ريحة التوباكو او مثل ما تقول اي هادي توباكو نمتستطعم شغلة تقول اي هادي توباكو بس مو التوباكو اللي هو الورق اللي هو تحسونه بنكهات ثانية مثل على سبيل المثال التوباكو اللي بنكيتي الاي سي توباكو او لا لا تحسونها اي شايفين التوباكو مالات الفي سي تي ما تحسون بورق تحسون ان هذا طعم التوباكو مع الكستر والامور هذي شايفين هذه الخلطة التوباكو مع الكستر تقريبا نفسها بس طبعا مستوى الحلة وايد اقل بس الفكرة واحدة ان شاء الله وصل لكم قزدي يعني الفي سي تي تعتبر توباكو لكن مو طعم الورق او الطعم القوي من التوباكو لا مخلوط بكستر على فنيليا هذا تقريبا يعني اقدر اقول لك سبعين في المية منها بس من غير بصمة الفنيليا مالت الفي سي تي وحلة طبعا اقل بس ان شاء الله تكونون فهنتوا قزدي بالرغم من اني ما انصح لكن مع هذي لازم خمسين نكوتيم عشان تعطيك الحرارة مالت التوباكو يعني ان كانت الفاكهة ايه كافي عليها عشرين المفروض هي ما تكون اصلا حارة او دافية لكن مع التوباكو هذي اللي هي مالت سحبتين الصبح او سحبة اللي هي تكون مع فنجان القهوة التوباكو الوحيدة اللي راح اقول لك هذي علشان اتيه على مزاجك صح هذي لازم خمسين نكوتين او الخمسة واربعين نكوتين هذي وجهة نظري حلوة بس اختياري للعشرين نكوتين مو موفق هذي كان يبيها الخمسة واربعين الخمسين هذا كان كل شي لانكهات الجديدة من جهاز اللي هو الاير بار مثل ما قلنا انك هذي اللي جديدة التوباكو الموز البلوبري وبالنهاية الجوافة شخصيا اقوى واحدة من هذيل فعلا يعني كان عنده حق الموظف المحل ان الجوافة انا بالنسبة لي كانت ايها احلاهم بعدين يتيب بالنسبة لي انا التوباكو بس لكن تكون لخمسة واربعين خمسين نكوتين وبعدين البنانة ونهايتهم البلوبري هذا كان كل شي اتمنى نكونوا نستفدتوا وخديتم خبر عن النكات الجديدة لجهاز الاير بار نشوفكم على خير موسيقى موسيقى